ماذا ينقص الجالية المسلمة لتكون مميزة مقارنة بالجاليات الأخرى؟ الصراحة ينقصها التأهيد الدراسي والوصول أن تكون هي مكونة كبيرة للطبق الوسطى هذا الذي فعلا ينقصها لما ترى سيكولوجية الجالية المسلمة بعمومها عندما تكلم عن الجالية المسلمة هي ليس فقط السوريين والعراقيين الجالية المسلمة هي الأتراك والبوزنويين والألبان عندما ترى الكم الكبير منهم أكثرهم هم من أتباع أو من أعضاء الطبقة الكادحة التي هي في المجتمع تعاني من مشاكل التأهيل الدراسي من الوصول إلى الوظائف الجيدة من القدرة الاقتصادية هذا الصراحة الذي تنقصها لو استطعت الجالية المسلمة أن تكون جزء من الطبقة الوسطى لاختفت حتى مشاكل عداء الإسلام والمسلمين لأن أصبحنا جزءا من المجتمع لأن الجالية التركية حسب ما نسمع هي دائما منغلقة على نفسها لا يوجد انخراط في المجتمع النمساوي أضرب مثالي يا جماعة حتى يكون فقط عندنا فكرة الجالية المسلمة في فينة الآن يقدر عدده من 200 ألف لو نرجع إلى التاريخ فقط في فينة جنابا في فينة أتكلم عن فينة 200 ألف في فينة تقريبا لو نرجع إلى التاريخ ما قبل العقد السوداء الحقبة السوداء في تاريخ النمسا وهي النازية كانت في فينة يسكنها 200 ألف يهودي بعد طبعا جرائب النازية والمحرقة رجعوا إلى تقريبا 20 ألف لو الآن ننظر إلى التاريخ ما هو الطابع الذي تركته هذا الجالي اليهودي إلى النمسا ستجدهم فنانين فلاسفة أطباء دكاترة تركوا طابع كبير في الحضارة النمساوي أنا دائما أقول للمسلمين لا سمح الله اختفوا المسلمين من فينة ما هو الذي سنتركه كطابع في هذه المدينة هذا ليكون لنا محفز أن نكون أن نتعلم أن ندرس أن نعطي فنيا حضاريا فلسفيا أن نكون من عندنا علماء يحصل على جوائز نوبل هذا الذي يجب هذا الذي ينقصنا الصراحة في الجودة والإسف الكم في كتير عم نسمع أشخاص موجودين الآن في النمسا أنه مرشحين لجوائز نوبل ما رأيك أستاذي في الموضوع من النمسا مرشحين؟ عرب من النمسا سوريين اهام ان شاء الله والله ما سمعت فيها هذه أول مرة بسمعها